برحب بحريك معنا برحب بحضرتك برحب ومشاهدينك الكرام والحياة مقدمة يعني اختزلت كتير جدا من من تفكير الناس في الموضوع هو بالضبط زي ما حياتك تفضلت هل أنا كمستهلك ويمكن مسمى السلع المعمرة ما هواش ترجمة لأي حاجة من الكلمات لا لا دي ثقافتنا احنا بالضبط يعني لا هي أجهزة منزلية ترجمة لا دي سلع معمرة احنا النهاردة أحيانا كنا بنشوف الناس بيشتري السلع الأجهزة المنزلية لابنة وبنته قبلها بسنين وبيشيلها ويطلعها هي حاجة معنا في العمر حدث يعني تفضلت وقلت أنا عندي متجاز جدتي عارفه مش مشغاله بس عندي وممكن يشتغل بس هذا بقى ماضي يعني لكن شغال ليه بقى شغال عشان ليه قطع غيار موجودة عشان فيه ناس تعرف تصينه هو ده عشان معمول كويس وعشان هو منتج بجودة عالية أشكرك أشكرك طيب نيجي البتجاز عشرين واحد وعشرين لا جدت حضرتك بتجاز جدت حضرتك اللي ضمن له هذا العمر هما ثلاثة عناصر الجودة اللي احنا تكلمنا فيها في البداية قطع غيار موجودة لو نزلت في أي مكان هتلاقيها موجودة ولو احتاجت مركز خدمة هتلاقيه موجودة لما النهاردة ما يكونش تلات عناصر الدول موجودين ما بقيتش تلع معمرة بقى حضرتك النهاردة بتشتريب بتجاز أو التلاجة أو الغسالة أو الكمبيوتر أو العربية وبقولك أنا هضمن لك السلعة دي تلات سنين على سبيل المثال تمام بعد تلات سنين تتصل حضرتك أنا عندي الموتورة حرق أنا غلطة بطلنا نجيب الأولى حركة الرد اللي بيجيلي بطلنا نجيب قطعة الغيار وفيه موديل جديد فيه موديل جديد يعني إيه أرمي التلاجة أرمي الغسالة يا فندم ده أنا لسه ما كملتش أصطف ما عندناش قطعة الغيار ما عندناش قطعة فكان لازم جهاز حماية المستالك يقف هنا والقانون يقف في الحتة دي ونتكلم يعني إيه إن السلعة دي تبقى سلعة معمرة اللازم يكون لها عمر افتراضي عمر افتراضي مين اللي بيحدده أنا مش هكلم عن الدول التانية بتعمل إيه عشان فيه بعض الناس متصورة إن إحنا بنخترع لا إحنا بنخترعش بس الفرق إن تخيل تخيل ويمكن دي حاجة الناس دور عليها على إن القانون بتاعنا طالع في 2018 الاتحاد الأوروبي في سنة 21 بيقول الكلام بيقول لازم يبقى فيه حاجة اسمها عمر افتراضي للسلعة وهو حدده إحنا محددناهوش إحنا قلنا سيبها تنفسية بين الناس زي ما بيقول الضمان قد إيه يقول العمر الافتراضي للسلعة قد إيه يعني هو دلوقتي حارك بتطلب من شركة شركة بتستورد أو بتصنع غسالة وهو بيبقى هالي يقولي إن السلعة دي لو لو أنت ماشي على الإجراءات صحيح تعيش معك عشر سنين ده حارك بتقول كبير لا يا فندي أو سبع سنين أو خمس سنين هاي إحنا عندنا نفق عايزين نفرق ما بين حكتين الضمان والعمر الافتراضي حنفترض إنه هو قالك الضمان تلت سنين والعمر الافتراضي عشر سنين كواش الضمان الفترة اللي هو بيغطي فيها سيانة المنتج ده لو فيه أي عيوب بنفسه على حسابه على نفقته تمام العشر سنين دول اللي يوفر لك قطع غياره مراكز خدمة ملزم بكده ملزم بهذا الكلام